يحل عيد الأضحى ضيفا ثقيلا كتاسع عيد في عهد الإمامة يأتي على عشرين ألف مختطف في زنازين وسقون ميليشيا الحوثي لانقلابية والأعداد ترتفع باستمرار نتيجة الخطفة المستمر ويتعرضون لأبشع عنواع الانتهاكات ويقتلون تحت التعذيب ومنهم من يفقد القدرة على الحركة أو يصاب بأمراض مزمنة ومنهم من تحوله الحوثية إلى بضاعة تتاجر به وبدلا من أن يكون العيد مناسبة للفرحة يتحول لدى أمهات المختطفين إلى مناسبة مضعفة للقهر والألم والمعاناة وخاصة المختطفين الذين لديهم أبناء وأطفال يتشوقون دوما لرؤية آبائهم ويعتبرون يوم إطلاق صراحهم هو يوم العيد الحقيقي لا حنى ولا عيد لا حنى ولا عيد وابن مقيد بالحديد لا حنى ولا عيد تحركات مكثفة لأمهات المختطفين أمام سبون الماليشيا ومعتقلاتها للمطالبة بإطلاق صراح المختطفين على أمل أن تحدث معجزة لدى قادة الماليشيا الإجرامية فيطلقون جزءا من آلاف المختطفين ظلما وعدوانا لكن دون جدوة إذ تلجأ الماليشيا إلى المتاجرة وطلب الفدية والأموال الضخمة مقابل إطلاق صراح مختطف واحد نناشد كل اليمنيين من مسؤولين ومشايخ ورجال القبائل وإعلاميين ومشطاء حقوق الإنسان بأن يقفوا معنا في صف الكرامة والأخوة والإنسانية وأن يعملوا بكل وسعهم على إطلاق صراح جميع المختطفين والمخفين قصرا من السجون وأماكن الاحتجاز دون قيد أو شرط في عدن هناك مئات المختطفين والمخفين قصرا لا زالت أمهاتهم تتظاهر ليل نهار أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري ورغم إفراج الأجهزة الأمنية عن عشرات المعتقلين من سجن بئر أحمد في الأسابيع الماضية إلا أن هناك المئات ممن رفضت السلطات الأمنية المدعومة إماراتيا إطلاق صراحهم أو تقديمهم للبحاكمة ورغم البون الشاسع بين خطف الإمامة للناس وخطف الجهاز الأمني في عدن إلا أن آلام أمهات المختطفين لا تختلف على الإطلاق من حيث الألم والقهر والعجز وقلة الحيلة ما يعني أن العياد لدى أمهات المختطفين وذويهم هي مواسم للمضاعفة المعاناة والانتهاكات ترجمة نانسي قنقر